الإسلام إذن إن الدين عند الله الإسلام ما معنى ذلك أحبتي في الله معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عنده دين واحد وليس أكثر من دين يعني لا يوجد عند الله دين اسمه الدين المسيحي ولا يوجد عند الله دين اسمه الدين اليهودي مثلا أو الدين البوذي الله عنده دين واحد رسالة الله واحدة للبشر جميعا للإنس والجن والمسيح عليه السلام دينه الإسلام كما قلنا سيدنا إبراهيم دينه الإسلام سيدنا آدم دينه الإسلام إن الدين عند الله الإسلام قانون ثابت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم لعلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب طيب الآن أنا لدي آية أخرى أحب أن نتأملها ما معنى إسلام يمكن أن نقرأ هذه الآية أيها الأحبة يمكن أن نقرأ هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول أفغير دين الله يبغون أفغير القانون الذي وضعه الله يبغون أفغير التعاليم التي أنزلها الله يبغون يريدون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ما معنى أسلم طيب الشمس هل هي مسلمة هل الشمس لها دين القمر هل هو مسلم الله تعالى يقول وله أسلم من في السماوات والأرض كل شيء في الكون ملتزم بقوانين الله معدى الإنسان معدى الإنس والجن الشمس لا تنحرف مترا واحدا عن مسارها القمر كذلك الأرض كذلك النجوم المجرات قوانين النبات شجرة التفاح تعطينا تفاحا لا تغير رأيها المطر ينزل وفي القوانين ثابتا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا نحن البشر نخالف قانون الله الذي ارتضاه لنا الآن أيها الأحبة أنا أود أن أضرب لكم مثلا نتعرف به لماذا شرع الله عقوبة الجلد للزاني عقوبة الجلد للزاني ولشارب الخمر لماذا هل الله يكره هؤلاء يريد أن ينتقم منهم هل الإسلام قاسي يريد أن يعامل الناس بقصوة أم هناك حكمة وموعظة لهذا الأمر طبعا أيها الأحبة أنت عندما تضع عقوبة لعمل ما تخفض نسبة هذا العمل إلى الحد الأدنى حسب نوع العقوبة التي تضعها يعني مثلا نحن الآن في مدينة حديثة ولدينا قوانين للبرور من يخالف إشارة المرور الحمراء أو يكسر هذا القانون يتعرض للعقوبة تصور أن الدولة لو ألغت قانون المرور ما الذي سيحدث ستصطدم هذه السيارات ببعضها ستحدث حوادث وكوارث وأموات وحوادث مرور يومية بالآلاف الدولة عندما ترى فوضى في حركة الناس وتكثر الحوادث ماذا يفعلون يشددون هذه القوانين يضعون عقوبات صارمة يضعون عقوبات أو غرامات عالية جدا قد تصل إلى السجن أحيانا هل الدولة تكره المواطنين مثلا؟ طبعا لا ليس لها يعني هي تريد أن تنظم حياة البشر الله عز وجل خلقنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله خلق هذه النفس ويعلم أن هذه النفس ستوسوس إذن ماذا؟ وضع قوانين ليحفظ هذه النفس من شر الوسوسة أنت إذا كنت غير قادر على التحكم بسرعتك أثناء القيادة الدولة تضع لك قوانين تجبرك على السير بسرعة محددة لكي لا تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين قانون منع الزنا في القرآن الله تعالى يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال أيضا الزانية والزاني انظروا أيها الأحبة سنكتب الآية طبعا هنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لماذا؟ وليشهد لتكون لدينا عقوبة جسدية وعقوبة نفسية هذه الآية أيها الأحبة نحن نعلم اليوم لا تطبق ولكن السؤال هل إذا كان هناك قانون إسلامي لا يطبق هل يعني أن هذا القانون خاطئ أم أنه صحيح؟ هذا السؤال أيها الأحبة إذا كان هناك مثلا حد السرق لا يطبق اليوم في العالم حسب قوانين الأمم المتحدة تمنع هذه العقوبات هل يعني أن الأمم المتحدة هي على حق وأن القرآن على باطل؟ يعني الله تعالى عندما وضع هذه العقوبة لا يعلم لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قل أأنتم أعلم أم الله هذه القوانين أيها الأحبة هي دليل اليوم على أن القرآن كلام الله عندما نكتشف أن هذه القوانين صحيحة لابد أن نقتنع أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الزاني لا يمكن أن ينتهي عن الزنا إلا إذا كان هناك عقوبة صارمة ومباشرة هي الجلد أمام الناس لماذا أيها الأحبة لأن هذه العقوبة تذهب عنده عقدة الزنا عقدة الفاحشة وتطهر النفس طيب هذا الكلام قد يستغربه البعض نحن الآن نعيش في القرن الحادي والعشرين يعني قد يقول قائل ما هذا الكلام الذي تقوله اليوم نعم أيها الأحبة أنا والله عندما رأيت الإحصائيات المرعبة لنسب الأمراض الجنسية المنقولة جنسيا STDS هذه الأمراض المنقولة جنسيا الخطيرة منها الإدز وغيري ورأيت النسبة المرعبة للأمهات العازبات يعني أنا دعوني أتأمل معكم فقط النسبة المرعبة لهذه الظاهرة يعني ظاهرة تسمى أن مارد مذارز أن مارد مذارز أنا دعوني أبحث عنها هنا بعض الإحصائيات دعوني أبحث عن الإحصائيات التي يعني نجدها على الإنترنت هناك أيها الأحبة الكثير من المواليد اليوم يولدون من أم غير متزوجة هناك مواليد يولدون من أم غير متزوجة يعني أولاد زنا يولدون خارج الزواج أو خارج نطاق الزوجية أيها الأحبة طيب كم نسبة هؤلاء كم نسبة هؤلاء أيها الأحبة أنا هنا دعوني أشارك هذا الموقع أنا أريد أن أبحث معكم طبعا أريد أن نبحث معا ونرى الكارثة ونرى لماذا فرض الله هذه العقوبة وفائدة هذه العقوبة ولكن قبل ذلك يعني اليوم هناك عيادات في روسيا سنراها الآن تعالج عقدة الزنا بالجلد ولكن دعوني فقط أرى معكم هذه الإحصائيات ونحمد الله على نعمة الإسلام أولا وأخيرا أيها الأحبة أنا هنا لدي هذا الموقع Child Trends يعني اتجاهات في عالم الأطفال هنا هذا الموقع يقول يعني أنا دعوني طبعا دعوني أحبتي في الله أترجم لكم هذا الكلام بكل بساطة نريد أن نكون معتدلين ونريد أن نصل إلى الحق يعني العلماء يقولون لقد تغيرت العائلات التي يولد فيها الأطفال والتي يقضون فيها الجزء الأول من الطفولة بشكل كبير خلال العقود الماضية لماذا؟ لأن أسلوب الإنجاب تغير لم يعد هناك زواج حلال النسبة المئوية لجميع الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين تظهر وجود 40% في الولايات المتحدة أولاد زنا أولاد غير شرعيين وهذا يعني يشكل نسبة 28% ارتفاع في اتجاهات الأطفال طبعا ما بين 1990 إلى 2016 انظروا أيها الأحبة هنا نرى تغير تغير أسلوب إنجاب الأولاد عندما شرعت لهم في أمريكا هذا الكلام في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الإحصائيات عندما أبحت الزنا ما الذي حدث حدثت ما يسمى بالمساكنة بين الرجل والمرأة تعيش مع امرأة غريبة تنجب منها ثم تتركها أو لا تتركها لا مشكلة يأتي ابن هو ابن زنا طيب 40% هذه الظاهرة غير معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ربط ربط هذه الظاهرة بماذا أيها الأحبة ربطها باقتراب يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة قال ويكثر أولاد الزنا ويكثر أولاد الزنا النسبة هنا في أمريكا بحدود أربعين بالمئة أنا دعوني أقرأ معكم هذه الإحصائيات طبعا طبعا هو ليس هذا موضوعنا ليس موضوعنا الآن أولاد الزنا ولكن لكي نرى القوانين التي وضعتها أنت أيها الإنسان أين أوصلتك والقانون الإلهي أين يوصلنا انظروا أيها الأحبة طبعا هنا أيها الأحبة يعني نرى اختلافات طبعا ولكن بين عامي 1916 إلى 2016 ارتفعت نسبة المواليد غير المتزوجين من أبوين غير متزوجين بشكل كبير عبر يعني أرجاء الولايات المتحدة وعبر أوروبا أيضا هناك نسب تصل إلى 50 و60 بالمئة بالمئة في بعض مناطق أوروبا على فكرة طيب هذا الأمر عندما أنت تقول أن نصف المجتمع تقريبا وهنا طبعا إحصائيات الحالة المادية ومقارنة بين الأسود والأبيض والأجناس والأعراق إلى آخره دراسة طويلة طبعا أيها الأحبة هذه الدراسة أيها الأحبة تقول لنا بأن هناك نسبة من أولاد الزنا 40 بالمئة أو 50 أو 60 في بعض مناطق أوروبا زادت بسبب ماذا أحبتي في الله زادت هذه النسبة بسبب القوانين التي وضعها البشر فيما أسموها القوانين العلمانية أو القوانين المدنية أو غير ذلك وتركوا القانون الإلهي الذي وضع عقوبة منع الزنا الإسلام ووضع عقوبة على ذلك لمنع انتشار الأمراض الجنسية طيب أنا الآن لدي أمراض جنسية أنا أريد الآن أحبتي في الله هنا أيضا موقع آخر انظر يعني ابحث فقط أكتبه سوف تجدوا كوارث على الإنترنت ضعوا مثلا نسبة الإغتصاب في أمريكا نسبة زنا المحارم والعياذ بالله ضعوا أي شيء كارثة تجدوا نسب مرعبة بسبب القوانين التي أنتم من وضعها أيها البشر طيب الآن أنا هنا أيها الأحبة أود أن أشارك معكم هذه المقالة اللطيفة حقيقة على موقع ديلي ميل أو صحيفة ديلي ميل لبريطانيا الشهيرة هذه صحيفة علمانية وشبه إلحادية ولكنها وضعت مقالة طبعا بتاريخ 7.1.2013 حول أسلوب جديد لعلاج الإدمان على الجنس والإدمان على المخدرات أو الخمر هذا الأسلوب الجديد أيها الأحبة كيف يقول من خلال جلد أو ضرب المدمن عددا من المرات على ظهره مما يساهم بشكل فعال في التخلص من آثار الإدمان ويقول العلماء الروس أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها لماذا؟ لأنها تؤدي إلى علاج هذه الحالات لأن معظم الأسلوب التقليدية فشلت وهنا أحد الأطباء يؤكد أنه عالج أكثر من ألف حالة بهذه الطريقة هذا هو اسم الدكتور هنا الروسي أو من شمال روسيا عالج أكثر من ألف حالة بهذه الطريقة حتى أن الكثيرين يسافرون من دول بعيدة للاستفادة من هذا العلاج هذا العالم السيبيري أيها الأحبة من السيبيري يقول أن ضرب مدمن الجنس بهدف تخليصي من الآثام يساهم في تحرير مادة الإندروفينز من الدماغ وهي المادة المسؤولة عن السعادة مما يجعل المدمن يشعر بسعادة تساعده على التخلص من ممارسة الجنس أو تعاطي المخدرات أو الخمر طبعا علماء النفس يقولون قبل أن نكمل أيها الأحبة يمكن أن نرى هذه المقالة من موقع ديلي ميل طبعا من أجل الأحبة المشككين الذين يشككون دائما في كل ما نضعه فأنا لأريح دماغي قررت أن يعني أن أي شيء أريد أن أتحدث عنه أظهر هذه المقالة كما نرى أمامنا موقع ديلي ميل هنا موقع ديلي ميل هذه المقالة طبعا تتحدث عن نفس الموضوع علاج شرب الخمر والمخدرات والإدمان على الجنس بالضرب بالعصى هذه هي المقالة أيها الأحبة يستطيع تستطيعوا يعني وهذا اسم الدكتور هنا جيرمن بليبينكو و إلى آخره يعني أسماء علماء وكذا كما نرى أمامنا هنا أيها الأحبة هذه هي المقالة يستخدمون الأسلوب الإسلامي في معالجة الإدمان على الخمر وعلى المخدرات وعلى الجنس والجلسة على ما أعتقد تكلف 100 دولار أو 50 دولار أو 100 دولار يعني طيب يا أخي عندما يأتيك عندما يأتيك العلاج من السماء تقول هذا الظلم وتذهب لتعالج نفسك بالجلد وتدفع أموال وأنت راضٍ هذا هو التناقض الذي نتحدث عنه أيها الأحبة علماء النفس يقولون إن هذا الأسلوب هو نوع من العقاب البدني على أفعال آثما ارتكبها مدمن الخمر أو مدمن الزنا تشعره بذنبه وأن ما يقوم به خطأ كبير لابد من التخلص منه وعدم العودة إليه وهو أسلوب فعال وقد استخدمه بعض الكهان قبل مئات السنين أي أن هذا الأسلوب كان شائعاً عبر مئات السنين مما يدل على أن الأنبياء كلهم جاءوا بعقوبة للزنا كما قلنا إن الدين عند الله الإسلام وبالتالي لابد أن الأنبياء طبقوا هذه العقوبة وليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام وهنا أيها الأحبة نرى أن هذا الأسلوب يعني أنا هنا قلت عبارة لماذا يتقبل الغرب أي طريقة للعلاج ولو كانت عبارة عن جلد المدمن مئة جلدة ويعمل بها ويروج لها ما دامت بعيدة عن الإسلام ولماذا يرفض أي تعاليم ينادي بها الإسلام مع العالم أن تعاليم الإسلام أكثر رحمة ولا تنتظر الزان ليصل إلى مرحلة الإدمان الله تبارك وتعالى يقول لنا مباشرة يريد أن يقطع عنا أسباب هذا الزنا لم يقل ولا تزنقال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إذن الله تعالى عندما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا رحمة أولا بالمجتمع ليمنع انتشار ظاهرة أولاد الزنا يمنع انتشار تشتت المجتمع يمنع انتشار الرذيلة يمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا التي تعصف بالعالم اليوم خارج العالم الإسلامي الحمد لله ورحمة بالزان نفسه لماذا كعلاج له طيب بالله عليكم يعني أنا فقط أود أن أتساءل أحبتي في الله أليس الإسلام دين الرحمة بل إن الإسلام منع النظر مجرد النظر قال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون رحمة بك أيها الإنسان ترجمة نانسي قنقر